في بشكرتستان توفي رفاد داودو بشكل مفاجئ في هربات الشرطة أثناء نقله إلى المحكمة حدث ذلك في 27 يناير وبحسب أقاربه كان الرجل متواجدا بالقرب من موقع الإختجاجات وبعد بضعة أيام يتقلته قوات الأمن بصفته متهم في قضية جنائية تتعلق بالاضطرابات الجماعية في بشكرتستان وألقته في السيارة وانقاضته في اتجاه مجهول ولم يعلم الأقارب عن وفاته إلا بعد أن تمت دعوتهم إلى المشرحة للتعرف على الجثة وبحسب قوات الأمن توفي الرجل إثرى سكتة قلبية بسبب التسامم الشديد بالقحول لكن الأقارب لا يصدقون ذلك الشيء الوحيد الذي أريده هو معرفة سبب وفات أخي أنا لا أدعو أحدا إلى النزول إلى الشوارع ولا أدعو أحدا إلى التمرد ويقول سكان بيماك حيث تم اعتقال رفاة داودف إن شخصا آخر توفي نتيجة المواجهة مع قوات الأمن كما يقول السكان المحليون في بيماك بعد اليوم السبع عشر من الشهر توفي رجل آخر لكن قوات الأمن ضغطت على أقاربه وجعلتهم يقولون إنه لم يشارك في الإختجاجات ومات في مكان آخر هذا ما يقوله السكان المحليون وأنا أميل إلى تصديقه واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن سبعة عشر شخصا خلال احتجاجات في بيماك في السابع عشر من يناير من هذا العام واعتقلت قوات الأمن عشرة أشخاص آخرين بعد يومين في أوفا ماذا يحدث هنا؟ هل نعيش في الظل نظام فاشي؟ أيها المواطنون لقد خذرتكم لن أدخل في الجدال معكم طرد كل عشر مواطن روسيا للتعذيب على أيدي الضباط إنفاذ القانون وكان كل رابعة في مواقف مواجهة مع الضباط الشرطة ويتجلى ذلك من خلال بيانات المصر الذي أجراه مركز لفادة في عام 2019 وعلى حلفية الحرب والقامع السياسي ازداد الوضع سوءا إذا كان شخص يحضر المحاكم كثيرا فإنه يبدأ بإدراك أن المحاكم هي مجرد آلة قمعية لقمع آراء الناس أفادت منظمات حقوقية روسية أن أحد موظفي وزارة الداخلية روسية طلب اللجوء السياسي في إسبانيا وأوضح الرجل ذلك بالقول إنه أجبر على المغادرة حتى لا يشارك في الحرب الإجرامية ضد أوكرانيا وأدل إثنان من المدعين العامين الذين غادر روسيا بشاهدتهما بشأن عدم وجود محاكمة عادلة في روسيا وسيادة النظام القمعي هناك وتمطل جهاز الأمن الفيدرالي بالقوة المطلقة فضلا عن ممارسة التغذيب والتقاهص القضاء والمدعين العامين في حالة وجود ادعاءات بالانتهاكات والتغذيب ويقول الحبراء إن الناس حتى الآن لا يتحدثون عن الأعمال الخبيثة لقوات الأمن في روسيا بصراحة لكنها ينتقدونها خلصة في كثير من الأخيان وأصبحت الإختجاجات في بشكرتستان كاشفة إننا نشهد تضارب المصالح على المستوى الجسدي والذهني عندما تقوم قوات الأمن بأعمال خبيثة وكما قال الجندي في الفيديو أنتم تضربون أمهاتنا وأباءنا هناك وهم غير مسلحين ويقول الجندي لدينا أسلحة فإننا قد نعود وعلى هذه الخلفية يمكن أن تتغير المشاهر العامة لكن حتى الآن وفقاً لنشطات حقوق الإنسان فإن عدد الشكاوى حول استخدام العنف أثناء المناسبات الهمة عندما يتم اختجاز الأشخاص وكذلك في أماكن الاختجاز القصري في السجون لا يزال مرتفعاً للغاية ناطاليا قوساك، فلاديمير شتانجلوف لقناة UATV عربية ترجمة نانسي قنقر